ترى أسأل فريق الركن مع علي الشيخ راش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية لاجتماع العاشرة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية وفي بداية الاجتماع رحب مع علي الوزير بأعضاء اللجنة مشيدا بجهودهم في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات معربا عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات على الجهود المبذولة في ضبط قضايا المخدرات والتصدي لهذا الخطر وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة بدأت اللجنة في بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث قدم سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إجازا حول ما تم تنفيذه في برنامج الشباب البحرني التكاتف والذي أطلقته الوزارة في إطار عضويتها باللجنة الوطنية لمنتسب المراكز الشبابية والبالغ عددها 36 مركزا بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم لتنفيذ برامج وأنظمة متنوعة في الوقاية من المخدرات فيما أكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أهمية دور المراكز الشبابية وتطويرها في خدمة الشباب واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة ويهدف برنامج تكاتف إلى بناء تحالف مجتمعي طوعي لديه القدرة الكافية للتعامل مع إشكاليات تعاطي المخدرات والإدمان عليها وتفعيل استراتيجية تثقيف الأقران في المجتمع فضلا عن تفعيل دور المراكز الشبابية في تعزيز مكافحة الظواهر السلبية بين الشباب واستثمار طاقاتهم للقيام بأدوار مجتمعية وفي ذات السياق أعرب سعادة وزير التربية والتعليم عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان وذلك للجهود المبذولة في هذا المشروع الوطني والذي استفادت منه حوالي تسع وثمانين مدرسة وخلال الاجتماع عرض سعادة النائب وزير الداخلية تقريرا حول تخصيص أرض لإنشاء مركز متطور لعلاج الإدمان منوها إلى أنه تم تخصيص أرض مساحتها 22 ألف متر مربع في منطقة جو لبناء المشروع فيما شد دام علي وزير الداخلية على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في هذا المجال وفي سياق المتصل اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على إجاز من الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي دشنها مع علي وزير الداخلية في يونيو 2015 وتحتوي عملية التطبيق عددا من البرامج والآليات وفريق عمل لمتابعة التنفيذ وقد عقدت لهذا الغرض ورشة عمل بمشاركة حوالي 24 جهة معنية كما اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على التقرير المعد من قبل الوفد الرسمي المشارك في الاجتماع اجتماع دورة الستين للجنة المخدرات بالأمم المتحدة في ذينا والمؤتمر المصاحب لها بعنوان الإرهاب المتأتي من جرائم المخدرات ترجمة نانسي قنقر